اشتركوا في القناة مما تسبب في تفاكم مشكلة العطش بالمدينة خلال السنوات الماضية هذه الصور الواضحة امامكم تعكس تماما حجم المشكلة لغدم الخط الذي يبلغ عمره اكتر من 40 سنة فهي خطوط بالية تماما والحل لها هو استبدالها بخطوط جديدة والحمد لله نحن تسلمنا مواسير من نوع جيد جدا للاستعمال ولم يبدأ العمل فيه حتى الان نتمنى انه يبدأ انشان هذه المشكلة تتحل جزريا بالنسبة لمدينة القبيد اما بالنسبة للتخزين في خزانات خربقرة مليئة تماما بالمياه والسعة التخزينية الحالية تفوق ال 12 مليون متر مكعب اذا المشكلة في كيفية ايصال المخزون من المياه للمواطن وسعيا لحلها وقع عقد مع شركة متخصصة لبناء خط جديد وتم فتح المسار وجلب المواسير لكن العمل لم يبدأ بسبب عدم دفع وزارة المالية لمقدم العقد فضلا عن مشكلات الشبكة الداخلية ومحطة التنقية كل ذلك خلق ازمة تتجدد كل يوم يعاني وطأتها المواطن الموية ما بتخش الحي على الاطلاق لما تخش الحي بتخش في فترات متغطعة لحقنا مرات انه عنح من تيم 4 شهور ما بتخش ولا نقطة موية ومرات انه بناخد 3 شهور انه ما بتخش في نقطة موية ومع ذلك انهم عارفين المسألة ان وسالة الموية لم تكن متوفر في حي الصحوة شمال والفاتور شغال شهريا انك بتدفع بدون اي عنا يشكو المواطن في احياء عديدة من مدينة الابيض من ارتفاع سعر المياه الذي تضاعف بصورة يعجز المواطن عن تحملها حاليا احنا بنعاني 5-6 يوم وفيه الاقعب مننا في ان احنا من 5-6 يوم ما بيجينا موية وبنضطر ناخد الموية اللي لاحظت من الصلاة الصبح بيتجي الموية عبر الكارة عربة الكارة يدقوا في الصفائح على اسألنه يسويقوا الموية بتاعتهم الموية اللي بيسويقها دي اساسا ذات الموية اساسا في الخط انا يخلي فيه شيء في التوزيع انه الموية دي بتمشي لخطوط معينة وهي بتجي تدبع علينا ان احنا كمواطنين ان احنا بناخد الصفيحة بتاعت الموية بجنيه الجوز باثنين جنيه البرميل باثناشر جنيه احيانا يدوك له بعشرة يعتمد الكثير من السكان على هذه الوسائل للحصول على المياه وهي الاخرى تحمل معها مشكلات عديدة يتضرر منها المواطن ومع دخول فصل الشتاء تكشف حجم مشكلة العطش في مدينة الابيض واذا محل فصل الصيف بهذا الحال فالوضع حتما سيزداد سؤانا تعد هذه الصهاريج واحدة من وسائل الحصول على المياه في مدينة اقتصرت اماني واشواق المواطن فيها في الحصول على جرعة الماء التي فاق سعرها حد الخيال واصبحت تجارة المياه في مدينة الابيض مجزية اكثر من اي تجارة اخرى عبداللطيف عبدالله الشروق شمال كردفان